ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الأخيرة بخبر محاولة انتحار الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب بعد طلاقها من رجل الأعمال المصري رمضان حسني بعد زواج دام عشرة أشهر الإعلامية المصرية هي من أشرت الخبر عبر حسابتها الرسمية على الإنترنت وقالت بالحرف الواحد بالأمس حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانيكس وحبوب أخرى التي أتناولها بانتظام بناء على تعليمات طبيب نفسي لم تفلح المحاولة للأسف فأعدت غصبا إلى هذه الحياة البغيضة القاسية الظالم أهلها لا أعاني من صدمة نفسية أو عاطفية أو ما شابه لكني سأعترف بكل شجاعة أني أعاني من البي بي دي على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني أنا شديدة الحساسية متقلبة المزاج لا أثق بأحد ولدي مخاوف كبرى من الحجر كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة أتمنى الخلاص كانت الخطيب أعلنت قبلها بدقائق كذلك على صفحتها الرسمية خبر طلاقها بشكل رسمي أشعلت هذه الأخبار العالم الافتراضي وتصدرت ياسمين التريند في الساعات القليلة الماضية كما تلقت الدعم من معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها البعض بالشجاعة لقدرتها على مسارحة الملايين من المتابعين بمرضها النفسي علي موسى كتب على تويتر اعتراف شخص أنه يتألم ويعاني من اضطراب ما يحتاج منه أنه نطلع نزايد عليه في الآخر المشاهير بشر يصيبهم ما يصيب أي إنسان ويكفي أن هذا الأمر سيصلت الضوء على آلام الكثيرين من مصابي اعتراب الشخصية الحدية بسبب جهل من المجتمع حولهم بلاش نعمل أننا مفتشين في نوايا الناس رأي المغرد السابق كان من رأي هذه الصفحة التي كتبت في تغريدة أي شخص هياخد كلام ياسمين الخطيب للسخرية هيبع إنسان قذر لأنه في الوقت ده ياسمين محتاج الدعم والطبطبة مش محتاج كلام تافه زي إجمد يا بطل والحوارات دي لأنها في النهاية مجرد إنسان عندها شعور وإحساس ومن جهته كذلك هاني بخيت تحدث في تغريداته عن سخرية البعض من الإعلامية المصرية قائلا التعليقات على محاولة انتحار ياسمين الخطيب تعبر بشكل كبير عن حجم الكارثة والمصيبة وعن شكل المجتمع اللي منعيش فيه ونوعية الناس اللي عايشين معانا أو اللي احنا عايشين وسطهم تحب ياسمين أو ما تحبهاش انت حر تتفق معاها أو تختلف انت حر لكن ليه كل الكراهية دي سوها علي ثلطت الضوء على مدى خطورة التعليقات السلبية على منشور ياسمين الخطيب فهي برأيها تزيد الطين بل على الإعلامية فقد قالت ولو حد فعلا كتب انه عنده رغبة وميول للانتحار ويقرأ كم التنظير والتقطيم في التعليقات مش هيتردد سنية وده يثبت فعلا اننا بقينا عايشين في غابة وما اشفيها رحمة ما بين البشر وعن خبر الطلاق كتبت مي عمر في تعليق لافت انفصال ياسمين رئيس طلاق ياسمين صبري انفصال ياسمين عبدالعزيز طلاق ياسمين الخطيب اللي اسمها ياسمين تستخبع هي وجزها اليومين دول ما رأيكم مشاهدين في تعامل رواد السوشال ميديا مع هذه الأخبار وهل فعلا يتعرض المشاهير إلى تنمر من الممكن أن يدمر حالتهم النفسية اشتركوا في القناة